المصرح الولائية للشرطة القضائية وكذلك بمكان إضرار النار عمداً في سيارته الخاصة وإهمالها بمنطقة القروية وأتقدم أيضاً بالشكر لممثل السلطة المحلية الذين لم يتدفلوا أي جهدين في تقديم الدعم والإسناد اللازمين بتسهيل مأمورية ومهام فرق البحث والتقصي والتنشيء المكاني وأشدد في نفس السياق على أن جميع إشراء البحث الميداني والخبرات التقنية والعلمية المنجزة في هذه القضية وكذلك عمليات التشخيص التي ساهمت في توقيف المشتدى فيهم تمت تحت الإشراف المباشر لنيابة العامة بمثلات الدار البيضاء في المرحلة الأولى من البحث وبتوجيه فعلي من الميابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب بعدما ضرز الطابع المتطرب والإرهابين هذه الجريبة الغاشمة أولاً نتطرق إلى فرضيات البحث لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضيات من فرضيات البحث لم يكن من الممكن ترجيح أي فرضيات من فرضيات البحث عند اكتشاف جثة هذه المصرح الجريبة وهو ما جعل الطريق المحققين يتعامل مع كافة الفرضيات الممكنة بما فيها فرضيات التابعة الكرهابين على أنها مصارات قائمة تقتل التحري والتقصي والتفقيق ذلك أن طريقة تنفيذ هذا العمل الإجرامي وكيفية التنفيذ من جثة ووظيفة البحية كشرطي ومكان ترصد به ودلالات تجريبه من سلاحه الوظيفي وأصفاده المهنية كلها مرعيات ومؤشرات أكدت منذ هداية أننا أمام عمل إجرامي منظم يرتكبه أكثر من شخصي على الأقل وأن خلفيات هذا العمل قد تكون لدوافع إجرامي صرفة كالصرق مثلا أو قد تكون لخلفيات متطرفة وقد عكد فريق من البحث على تحسين إفادات عشرات من الشهود بمحيط إجارة جديدة ومكان إجرام النار في السيارة لكنها لم تحمل أي جديد في البحث كما تم التعامل التقني والعلم مع مجموعة هائلة من العينات والآثاب المرفوعة لمسرح الجليل أيضا قام فريق المحقيقين بتفريغ واستقرار العديد من المحتويات الرقمية بغرض تحديد مسارات المشتبه فيهم وكذا رصد المسار الذي سلكته سيارة الضحية بعد إظهاره روحه الطاهرة والسطو على لوازده المهنية وسيارته الشخصية وبفضل الجهود المشتركة لفريط التحقيق بالمصالح المديري العامل المراقبة الترام الوطني والمديري العامل الآن الوطني فقد تسنى تشخيص هوية المشتفى فيه الأول وتوقيفه بمدينة الدار الميضاء مباشرة بعد ذلك ثم رصد مكان اختباء المشتفى فيه الثاني وتوقيفه بمنطقة سريح راسم بضواحي مدينة فاس قبل أن يتم ضبط المشتفى فيه الثاني في مدينة الطاربية وهنا لا يسعني إلا أن أثم التفاعل الواسع والتجاوب الكبير للمواطنين والمواطنات مع فريق البحث والتحقيق إذ سجلنا تعاونا تلقائياً من جانب عدد الكبير من الواطنين الذين كانوا يبلغون عن كل طارق ويقدمون إفاداتهم بشكل قوعي خدمة من العداد ويقدمون بشهادتهم أملاً بفنوير البحث واستجلاع الحقيقة وتوقيف المتورطين كما أشيد عائل بالتضامن الواسع الذي برهنت عليه فئات كبيرة من المجتمع المغربي والتي تعاطفت مع أسرة الشرب الصغيرة ومع عائلته الكبيرة ممثلة في هيئة الأمن الوطني وهو التضامن الذي تجسد في نسائل تعزية وتعاطف من مختلف أقلاف وشرائح المجتمع المغربي نتطرق إلى المحور المتعلق بتأكيد الدافع الإرهاب كما أوضحت المديري العامل للأمر الوطني في بلادها المنشور بخصوص هذه القضية وقد تأكد الدافع الإرهابي فور توقيف المشتبه فيهم الثلاث لحسب المعطيات التي توصل إليها فريق المحققين إلى غاية هذه المرحلة من المحت فإذا المشتبه فيهم الثلاثة أعلنوا مؤخراً ولاءهم لتنظيم داعش الإرهاب بعد وقام أحد المشتبه فيهم لترديد ما يعتبرونه قسم البيع المسعومة والذي تبناه وردده وبارئ المشتبه فيهم إداماً من خراطهم في تنظيم الإرهابي ضمن مشروع جماعي يروم النساس الخطير بالنظام العام وتشير المعلومات المتوفرة حالياً أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للإرحاق لبعسكرات تنظيم داعش بمنطقة الساحب قبل أن يتراجعوا عن هذا المسعر بسبب نقص مصادر التنويل الكافية لتأمين الصبر وهو ما دفعهم لتبني طرح الغذيب وهو القيام بعمليات إرهابية محلية تستهدف رجال الأمن ووكالات بانقية ومؤسسات مصرفية ثالثاً وهو الشق المتعلق بالتطرف السريع وأسلوب الإرهاب الفردي فيما يخص هذا المحور المتعلق بالتطرف السريع وأسلوب الإرهاب الفردي تؤكد المعبايات المتوقعة حالياً أن المشتبه فيهم الضلاثة تشبعوا بالفكر المتطرف في الأولية الأخيرة إذ لم يعينوا البيع لتنظيم داعش سوى منذ شهرين ونصف تقريباً منذ شهرين ونصف تقريباً وهو ما يرجح معقى وفردية تطرف السريع خصوصاً في دل المستواهم الدراسي البسيط والمتدني كما أكد أحد الموقوفين الثلاثة وهو المشتبه فيه الرئيسي معروف بصوابطه القضائيا العديدة في جرائم الحق العام وأن آخر صادقة القضائيا له كانت في سنة 2013 عندما أدين قضائياً من أي صادقة للعنف واستهاد المخدرات وحياة الاستلاح الأبيض بدون سند مشهور كما أكدت بصارات البحر أن المشتبه فيهم اعتمدوا أساليب وتأتيكات الإرهاب الفردي لأتكاب جريمتهم الغاشمة قبل أن يستولوا على الأصواد المهنية والسلاح الوظيف للشرطة الضحية بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة لاحقة تتمثل في السطو على وكالة بنكية وقد مكنت إجراءات البحث من تحكيب عنصري صفق الإصرار والترصر لهذا فشور الإرهابي بعدما كفت أن المشتبه فيهم حددوا بدقة مكان الوكالة البنطية المستهدفة وقاموا بجوالات الاستطلاعية من محيطها واتفقوا على طريقة اتحامها بغرر استغلال عائدات هذه الجديدة في تمويل أنشطة إرهابية بما يتعلق بالنحور الرابع وهو استمرار إجراءات البحث في هذه المرحلة بالبحث يمكننا الحديث عن خلية الإرهابية تتألف من ثلاثة مشتبه فيهم رئيسيين وهم الأمير المسكوم لهذه الخلية ويبلغ من العمر إحدى وثلاثون سنة والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر سلعة ثلاثة سنة وهم اللذان شاركة في التنفيذ المادي لجريمة القتل العم والتمثيل بجتة بالشرط الضحية أما المشتبه فيه الثاني فيبلغ من العمر خمسين سنة وقد شارك بثيفية فعلية في تغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة بعد إدران النار عمداً في سيارة الضحية كما يمكن الجزء أيضاً بتحييل مقافر هذه الخلية الإرهابية وصد تهديداتها المحطقة بأمن الأشخاص والمتلكات خصوصاً بعدما نجح طريق المحققين في استرجاع السلاح الوظيفي والرصاصات الخمسة المسلوقة حيث أكدت الخبرات الباليستية التي أنجزها مختبر الشرطة العمية والتقنية عدم استعمال هذا السلاح في إطلاق أي رصاصة من قبل المتورطين وقبل الختام لا بد من التأكيد على أن إجراءات البحث الذي أسندته النيابة العامة مختصة لمكتب الركز للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تتواصل حالياً بتنسيقه مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وذلك من أجل رصد الارتباطات المحتبلة لهذا العمل الإرهابي وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنبيه بالإضافة إلى تشفي عن كل الخلفيات والملابسات المحيطة لهذه الخضية والتي أودت بحياة الشرط الضحية الذي كان شهيداً من مراجب وهو يسدي خدبات الأملية في الشارع العامة وفي الأخير أود التأكيد لأن تفكيك هذه الخلية الإرهابية المتورطة في جريبة القتل العامة والتفكيب بشرتك الشرط الضحية جاء متزامناً مع مشروع الإرهابي وشيك اشتركوا في القناة